زار المدير العام لمدرية مدينة المكلة العميد عبدالله بيعشود صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت والتقى خلال الزيارة بالمدير التنفيذي للصندوق المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق ونقش معه سبل توطيط علاقات العمل المشترك بين الجانبين في مجال النظافة والتحسين والعمل على تطوير أليات التعاون الثنائي بينهما بدوره أبدى المهندس فهمي بن شبراق استعداد صندوق النظافة والتحسين تحديث وتطوير أليات العمل المشترك مع السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلة والقيام بأي مهم تصوب في خدمة عاصمة المحافظة